بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا العالم بما فيه نحن عبثة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلة سبحانك فقنا عذاب النهر وإنما خلق من خلق رحمة لا حاجة الإنسان قد يفعل فعلا لحاجته لذلك الفعل وقد يفعل فعلا لا لحاجته لذلك الفعل وإنما رحمة للآخرين واحد يذهب للعمل لماذا تذهب إلى العمل لأنه بحاجة إلى رزق واحد يتصدق على فقير لماذا تتصدق على هذا الفقير هل بحاجة إلى هذا الفقير لا وإنما رحمة لهذا الفقير الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو الغني عنهم لرحمتهم وفي آية شريفة الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم زين فلما كان الغرض هي رحمة المخلوقات الله سبحانه وتعالى من لطفه شرع طريق لهذه الرحمة والطريق لهذه الرحمة هي العبادة وما خلقت الجنة والإنس وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون الغرض الأساسي هي الرحمة التي بينت في الآية الأولى الطريق إلى هذه الرحمة هي العبادة الإنسان بعبادته يصير محلا قابلا للرحمة الخاصة الرحمة العامة شاملة للكل المؤمن والكافر والمنافق والإنسان والحيوان والجن وما إلى ذلك رحمتي وسعت كل شيء هذه هي الرحمة العامة هذه الرحمة العامة لا تحتاج إلى قابلية المرحوم لذا الله سبحانه وتعالى حتى أكفر الكفار يرحمهم بالرحمة العامة لأن هذه الرحمة لا تحتاج إلى قابلية في المرحوم لكن الرحمة الخاصة التي تلك الرحمة الخاصة هي التي لها القيمة هذه الرحمة الخاصة تحتاج إلى محل قابل النعم في هذه الدنيا وكل هذه الدنيا لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض كما في الأحاديث الشريفة لذلك لأن هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوض لذلك منحها للكافر أكثر مما منحها للمؤمن لأن ما لها قيمة الكافر ما لها قيمة الدنيا أيضا ليست لها قيمة أما الرحمة الخاصة هذه الرحمة الخاصة تحتاج إلى قابلية لأن تلك الرحمة لها القيمة الكافر ما إلى هذه القابلية لذلك الله سبحانه وتعالى لا يرحمه بالرحمة الخاصة مو لأن الله ليس بكريم بل لأن الله حكيم الحكمة من صفات ذات الله والرحمة من صفات فعل الله صفات الله لا تناقض بينها لأن صفات الذات هي عين ذاته وصفات الفعل من شأها ذاته لا يوجد تناقض بين صفات الله لذلك الله سبحانه وتعالى رحيم ولكن حكيم ولا تناقض بين رحمته وحكمته إذا واحد مقابل للرحمة الخاصة الله ما يرحمه لا لأن الله بخيل لا بل لأن الله حكيم إحنا حتى في أنفسنا هذا الأمر نصنعه إذا واحد يجي يستجدي منك مالا وأنت لك المال الفائض بس تدري أنه يريد بهذا المال يشتري خامر ويشرب الخامر أو يريد يشتري بهذا المال سلاح ويقتل به إنسان أنت تعطي المال لو لا ليش مو لأنك بخيل بل لأنك حكيم تقول هذا الشخص لا يستحق ولا يستاهل أن أعطيه مالا وهذا لا ينافي كرمك بل لو دفعت له المال العقلاء يذمونك ما تقدرهم تتعذر لهم بأنه آني كريم لازم أدفع أنت كريم بس لازم تكون حكيم فإذن الرحمة الخاصة الهقيمة لذلك الله سبحانه وتعالى لا يمنحه إلا لمن كان قابلا لتلك الرحمة والإنسان شلون يصير قابل لتلك الرحمة يصير قابل لتلك الرحمة حينما يرتبط بالله سبحانه وتعالى لأن كل شيء ارتبط بالله يصير إلى قيمة وأي شيء لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى فلا قيمة له كيف الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى بالعبادة فلذلك الآية تقول وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون لأنه العبادة تصير سبب لقابلية الإنسان إلى الرحمة التي أشار إليها في قوله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم بعد اتضاح هذا الأمر يتبين أن إيجاد القابلية في الإنسان للرحمة الخاصة هو بالعبادة والآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى باعتبار رحمته العامة وهي صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى والرحيم صفة لله سبحانه وتعالى باعتبار الرحمة الخاصة وهذه الصفة ليست خاصة بالله لذا حتى في القرآن الكريم أطلقت على الرسول صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين الرسول كان يرحم الجميع بما فيهم الكفار لكن مو رحيم للكفار خاص بالمؤمنين لأن هذه رحمة خاصة إذن طريق القابلية للرحمة الخاصة هي العبادة كيف نعبد الله سبحانه وتعالى نحن قسم من عندنا يعبد الله سبحانه وتعالى وكأنه متفضل كانوا بعض المسلمين يجون عند الرسول صلى الله عليه وآله ويمنون عليه نحن أسلمنا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين إذا صادقين في إيمانكم وأنتم منافقين الله سبحانه وتعالى من عليكم بالإيمان والرسول لا يقول وأنا من أنت عليكم يقول الله من عليكم عمل عمل صالح وكأنه متفضل على الله سبحانه وتعالى لا نحن بعبادتنا لا نؤدي حق نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى في دعاء يوم عرفة دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة من ضمن المقاطع عندما يعدد الإمام نعم الله سبحانه وتعالى عليه يقول ما معناه أنه آني لو كل المدة اللي عمرتها إذا عبدتك ما أديت حق نعمة واحدة من نعمك لأن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن خلقنا ثم غمرنا بالنعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زين فإذا واحد ابتدأك بالنعمة من غير استحقاق وغمرك بالنعمة من غير استحقاق زين إذا أنت قلت له شكرا هذا أداء واجب أصلا وأقل أقل الواجب فإذن الإنسان بعبادته بشكره الله سبحانه وتعالى لا يستحق شيئا آخر ماذا يؤدي الحقوق التي الله سبحانه وتعالى أنعمها على هذا الإنسان والحقوق الله سبحانه وتعالى لا تؤدى يعني إذا واحد كل عمر من يوم ولد إلى أن مات إذا صرف في عبادة الله سبحانه وتعالى ما يؤدي حق الله ليس حق الله حق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فبعد يستحق على الله شيئا يطلب الله شيء في الأنبياء كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم في الحديث سبعين مرة من غير ذن لماذا يستغفر الله سبحانه وتعالى الرسول هل كان يقصر في العبادة؟ لا كل أعمال متطابقة مع إرادة الرب سبحانه وتعالى ومعصوم حتى ترك الأولى ما كان عند الرسول صلى الله عليه وآله لماذا يستغفر الله سبحانه وتعالى؟ استغفار استغفر الله لماذا؟ لأن الرسول يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ويعرف عظيم نعمة الله عليه فيشعر بالقصور أمام عظمة الله يعني الرسول عندما يعبد الله سبحانه وتعالى زيان؟ بحيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى يعني لتقع في الصعوبة كان كل الليل يصلي على أطراف أصابعه هكذا بحيث تورمت قدماه بعدين الله سبحانه وتعالى نسخ هذا التكليف ولو هو مستحف بس نسخه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بس مع ذلك يشعر بأنه لم يتمكن من أداء حق الله ما يقدر لأن الطبيعة البشرية الموجودة لا تسمح للإنسان أكثر من هذا المقدار فيشعر بالقصور أمام عظمة الله مو تقصير الأنبياء حاشا وكلا منهم التقصير وخاص الرسول محمد صلى الله عليه وآله ولكن يشعر بالقصور عدم التمكن من أداء حق الله مثاله إذا أفرضوا واحد رجلة من كسرة مدد رجلة في مجلس أو نايم في مجلس محترم زاروا جماعة محترمين هذا لا يتمكن من القيام لهم هو معذور ولو مو معذور معذور ولكن يعتذر منهم لماذا يعتذر منهم؟ يقول عفواً أنا نايم أنا متنبدل عفواً لا أتمكن من القيام لكم عفواً لا أتمكن من توديعكم من استقبالكم ليش يعتذر؟ لأنه صحيح ويدري أنه ما إلى تكليف لأنه لا يستطيع ولكن يشعر بشنو؟ بأن هؤلاء يستحقون الاحترام لكن أنا ما أقدر أعدي هذا الاحترام الرسول كذلك يعلم بأن الله أعظم من هذه العبادة بس لا يتمكن أكثر من هذا المقدار فيستغفر كالمعتذر من الله سبحانه وتعالى من غير ذنب فإذن الإنسان بعبادته يصل إلى درجة القابلية لكن هذه العبادة أقل الواجب لا يكن من على الله سبحانه وتعالى هذا التفضل من الله قد الله سبحانه وتعالى تفضل تفضلاً آخر أصل الخلق تفضل أصل النعم المتفرع على الخلق تفضل آخر إراءة طريق الهداية وأن كيف تصير قابل للرحمة تفضل آخر وأيضاً الله سبحانه وتعالى يقول لو عبدت أعوضك بالجنة هذا التفضل ما حد يستحق على الله سبحانه وتعالى الجنة لأن عبادتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى أولاً ما فعحاً يوصل إلنا لا إلى الله سبحانه وتعالى وثانياً هذه لا تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى ولا تصل إلى كنه شكر ذات الله سبحانه وتعالى فمن استحق شيء آخر؟ مثل ما أنت تتفضل على شخص؟ بعدين هو يقول لك شكراً لكلمته شكراً يستحق فضل آخر من نكله؟ بس أنت إذا لكلمته شكراً تفضلت عليه تفضلاً آخر هذا يصير تفضل ليس عن استحقاق لذلك لا أحد يستحق على الله الجنة حتى الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى غمر الجميع بالنعمة والعبادات والطاعات نفعها يصل إلى الإنسان لا إلى الله لأن الله هو الغني مضافاً إلى أنه هذا الشكر للنعمة بسمهم قليل من شكر النعمة فأن الله سبحانه وتعالى يعوض بالجنة هذا تفضل آخر من الله سبحانه وتعالى ولذا في بعض الأحاديث في يوم القيامة حينما يحاسب الخلق أهل الجنة كلهم يعلمون بأن دخولهم الجنة بفضل من الله وأهل النار يعلمون بأن دخولهم في النار باستحقاقهم لأن الله لا يظلم هو مستحق لذا استحق النار إذن لازم ندري أن عبادتنا لله سبحانه وتعالى ارتباطنا بالأئمة اللي جعلهم الله سبحانه وتعالى الطريق إليه وبالأنبياء وبالرسول صلى الله عليه وآله هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى إذا واحد زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زار الإمام الرضا زار الرسول صلى الله عليه وآله انشغل بالطاعات بالعبادات وما إلى ذلك ليعلم أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وأنه يشعر بالعجب العجب من محبطات العمل يعني إذا واحد صلى صلاة يعني جدا راقية كان في ذكر الله سبحانه وتعالى وبالصعوبة وكذا وكذا ثم أعجب بهذا العمل هذا يحبط العمل لأن الله ما يحتاج إلى عملك ولا يحتاج إلى عملي ولا يحتاج إلى عملي أي أحد إيشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فإذا شفنا إحنا في طاعة الله سبحانه وتعالى لازم نعلم أن ذاك بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وجعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا اللطف ورحمة إلنا دلانا على الطريق الصحيح هذا اللطف ورحمة أخرى وفقنا للتمسك بالقرآن وبالرسول وبأهل البيت هذا لطف آخر فكل فضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى من جعلهم الله سبحانه وتعالى الوسيلة إليه لذلك لازم نحاول أن عبادتنا تكون عبادة راقية لأن العبادة على أقسام أكو عبادة صحيحة غير مقبولة صحيحة يعني شنو؟ يعني واحد أدت تكليم مو لازم علي بعدين يقضي يوم القيامة لا يعاقب بتركه تلك العبادة لكن قد لا تكون مقبولة يعني ما بها ثواب إذا واحد يصلي صلاة صحيحة لكنه يرتكب بعض المعاصي الأخرى هذه صلاة مو مقبولة إنما يتقبل الله من المتقين هذا الإنسان يوم القيامة لا يقال له لماذا لم تصله اليوم الثاني مو لازم يقضي هذه الصلاة لأن الصلاة كانت صحيحة مطابقة المأتي به للمأمور به لكن لا ثواب لها لأن الله سبحانه وتعالى وعد الثواب بشرط الوعد بشرط بشرط التقوى لذا حبط العمل من الأمور التي في يوم القيامة كثيرا ما الإنسان يشوف وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورة حبط العمل المعصية هكذا فهذا أولا الإنسان لازم يحاول العبادة تكون صحيحة ومقبولة كيف تكون مقبولة؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني لازم يحاول العبادة تكون أفضل أنواع العبادة لأن بعض الأحيان العبادات عبادات صحيحة وقد تكون مقبولة أما درجتها متدنية هي العبادة من الدرجة الدانية لذا ثوابها هم يكون ثواب قليل طبعا قليل بالنسبة إلى الدرجة الأرفع وإلا بالنسبة إلى أصل الثواب فهو كثير لأن أقل درجات آخرة من الجنة أعلى من كل الدنيا وما فيها يعني إعلان الدنيا وما فيها من القصور على كل حال والإمكانات المختلفة أنزل درجات الجنة أعلى من هذه الدرجات في الدنيا ولكن بالنسبة إلى الدرجات العالية في الجنة الإنسان ذاك الوقت يتحسر إحنا لأن الوقت دا ينتهي بس بشكل مختصر أشير غالب الناس المؤمنين يعني إحنا غير المؤمنين ما علنا بيهم نتكلم حول المؤمنين هذا عبادة لله سبحانه وتعالى خوفا من النار يعني لو ماكو نار ما كان يصلي ما يصوم مزيلا لكن خوفا من النار يطيع الله سبحانه وتعالى هذه عبادة صحيحة لأنه غرض هذه العبادة ليس أمرا دنيويا مو دا يصلي للرياء أو للسمعة أو لما إلى ذلك غرض أخراوي وهو النجاة من النار فالغرض غرض أخراوي ليس غرض دنيوي لذلك كانت هذه العبادة صحيحة لكن درجتها متدنية لماذا إذا نمثل فدمثال عرفي أكو واحد والده مريض والدته مريضة يجي راعي والده نقول له لماذا تراعي والدك يقول إذا ما راعيته يذبوني بالسجن أو أضرب فلماذا يراعي والده خوفا من الضرب إذا أحنا ندري أن هذا الشخص هذا الشاب اللي يراعي والده إذا ما كو ضرب ما كو سجن ما كان يراعي والده يسقط من أعينه لو لا يسقط من أعينه اللي يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية صحيحة عبادة صحيحة لأن غرض أخراوي أن لا يدخل النار لكن هذا الإنسان درجته درجة متدنية لذلك ما يناسب درجته ثوابها متدنية يحصل أكو واحد يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة يصلي صلاة الليل وصلاة الليل تركها أخو مو حرام لأنه مستحق ليس في ترك صلاة الليل نار لكن يصلي صلاة الليل لماذا؟ لأنه إذا صليت صلاة الليل رزقك يصير زائب في روايات موجودة غرض من الصلاة الرزق هذا لا أبعث به أيضا لكن أيضا هذه عبادة متدنية مثل واحد يخدم والده المريض نقول له لماذا تخدم والدك المريض؟ يقول لأنه يعطيني فلوس إذا ما خدمت ماكو ضرر علي لكن إذا خدمت يعطيني فلوس فلأجل المال يخدم والده هم أيضا هذا عده درجته متدنية بحيث أنه إذا والده ما طفلوس ما يخدم والده أكو قسم آخر يعبد الله سبحانه وتعالى حياءا هذه درجة أرفع من الدرجتين مو طمع في جنة ولا خوف من نار سبب العبادة طبعا الإنسان لازم يطمع في الجنة ولازم يخاف من النار لكن عبادته لازم لا تكون بغرض الخوف من النار أو الطمع في الجنة هذا يعبد الله سبحانه وتعالى خجلا يقول الله سبحانه وتعالى هل قد غمرني بالنعم أنا أستحي منه أن لا أعبده هذه درجة أرفع من الدرجتين السابقتين ولكن بالنسبة إلى الدرجة التي فوقها هم متدنية مثل ما واحد يخدم والده لا خوفا من سجن ولا طمعا في مال وإنما حياءا يقول إذا ما أخدمه يصر عار علي في المستقبل الناس يقولون هذا والده كان مريض ما أهتم بوالده مزيلا هذا أفضل من ذاك الأول والثاني بس هم درجة متدنية ليش لأنه يرجع النتيجة أن الإنسان ده يعبد لأجل نفسه آني لا أدخل النار آني أدخل الجنة آني لا يلحقني العار العبادة غرضها نفسه أكو درجة أرفع درجة الرابعة وهي أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى حبا لله مثل ما واحد يخدم والده المريض لا طمعان لا خوفان لا حيان حبا يحب هذا والدي أنا أحبه هذه هي درجة الأنبياء والأوصياء يعني أفرض لو ما كان نار لو ما كان جنة لو ما كان عار لو ما كان كذا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يحب الله سبحانه وتعالى وكما يقول أمير المؤمنين ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك الإنسان لازم يحاول يوصل نفسه إلى هذه الدرجة إذا ما يقدر يوصل إلى هذه الدرجة لأن أمير المؤمنين في قضية أخرى يقول ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع وجدها لكن يحاول أنه يصفي نيته وخاصة إذا كان الإنسان في الأماكن المقدسة لأن الله سبحانه وتعالى له بقاع يحب أن يدعى فيها شرف تلك البقاع ومن أفضل تلك البقاع مراقد الأئمة عليهم الصلاة والسلامة فهناك الإنسان دعاء يكون أقرب إلى الاستجامل الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الإنسان برحمة أكبر وأكثر ونحن طمعنا ذلك حيث نزور المعصومين عليهم الصلاة والسلام إضافة إلى أننا نريد الشفاعة في يوم القيامة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى نريد أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا بالطاعات ولترك المعاصي فواحد يستغل هذه الفرصة وهذه المناسبة لكي يتزود في شهر رمضان الرسول صلى الله عليه وآله خطب قبل شهر رمضان آخر جمعة من شهر شعبان الخطبة المعروفة في ضمن الخطبة يقول بعدما يبين أن أبواب الرحمة في شهر رمضان تفتح وكذا 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 يقول والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر إذا واحد يجي إلى زيارة الإمام الرضا ورجع بدون ما يحصل شيء هذا شقي لأن الله سبحانه وتعالى شرع فتح الأبواب أمام زوار المعصومين عليهم الصلاة والسلام الأبواب مفتوحة زيان إذا واحد أبواب مفتوحة والوصول إلى الكمال بكل سهولة بس ما وصل هذا صدق شقي لازم يكون لأنه حرم بسبب سوء تصرفه يحتاج إلى انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل بالأئمة عليهم الصلاة والسلام لكي يوفق الله الإنسان لطاعاته لكي يلتزم على جادة الحق في طول مسيرة لأنه خاصة الشيعة في طول التاريخ اضطهدون مظلومون مهذا فقط الشيعة الأنبياء كانوا قبلهم كذلك الأئمة قبلهم كذلك والسبب في ذلك أن الدنيا كما ذكرت في الأحاديث أنها الدنيا ما إلها قيمة عند الله سبحانه وتعالى فلذا أكو في حديث شريف في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخاطب فقراء المؤمنين ويقول لهم ما معناه ما حرمتكم من الدنيا أو ما أفقرتكم هذا نص الرواية ما أفقرتكم لهوان لكم علي يعني أنت مو مهم كان عندي لا أنت مؤمن بل السبب كما يستفاد من أحاديث أخرى لهوان الدنيا أنت مؤمن عزيز إذا ما أعطيناك الدنيا لأن الدنيا هينا ما ألها قيمة ما ألها قابلية فعلى كل حال الحاصل أن الإنسان يستفيد من هذه الفرص المناسبة لكي يستمر على المنهج الصحيح وهذه الضغوط اللي موجودة شياطين الإنس شياطين الجين الحق الحكام الظالمين الشياطين أكو في حديث شريف إذا في مجلس اجتمعوا مجموعة من المؤمنين يذكرون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حضر بمقدارهم من الملائكة وحضر ذول الملائكة يعيدونهم وإذا في مجلس من المجالس جلسوا مجموعة من النواصب المخالفين كذا يذكرون الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالسوء حضر عشرة أضعافهم من الشياطين يعني إذا المؤمنين جلسوا في مجلس يذكرون أهل البيت عشر نفرات عشرة من الملائكة يكونون معهم عشرين نفر عشرين من الملائكة إذا نفريا من النواصب يجتمعوا يذكرون كلام سيء حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عشرين واحد من الشياطين هم يجتمعون فالعالم متكالب على الشيعة فالإنسان في هذا التكالب محروم من المناصب لأنه شيعي محروم من التجارة لأنه شيعي محروم من الوظيفة لأنه شيعي مطارد لأنه شيعي كذا وكذا وكذا لأنه شيعي ويمكن كثير من الناس يجزعون وليس كل الناس لهم صبر كبير يجزع الأحاديث تقول اصبر أيام قليلة الله سبحانه وتعالى يعوضك بتعويض ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكرنا هذا الحديث نكمله وننهي الكلام الحديث الشريف أن فقراء المؤمنين في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخاطبهم أنه ما أفقرتكم لهوان لكم عليه ولكن الآن أي واحد في الدنيا ساعدكم وساعده خذوا بيده وأدخلوه الجنة هذا تعويض معنوي ما هذا ساعدك في الدنيا انتهم في الآخر اتشفع له اتساعده واحد من هؤلاء يقول يا رب ذول الأثرياء اللي أعطيتهم الفلوس فعلوا كذا وكذا زين القصور والبيوت والزواجات والأموال وما إلى ذلك فأعطني مثل ما أعطيتهم فالله سبحانه وتعالى يقول قد أعطيتك مثل ما أعطيت جميع أهل الدنيا من يوم خلق الله آدم إلى يوم انقرضت هذا انقرض البشرية أعطيك بمقدار ما أعطيت أهل الدنيا سبعين ضعفا يعني من ذاك اليوم إلى يوم القيامة كم أهل الدنيا سواء مؤمنين أو غير مؤمنين حصلوا من الدنيا لكل واحد من فقراء المؤمنين سبعين ضعف الله سبحانه وتعالى يعوضهم هذا السبعين ضعف يعني أنت الآن شوف مثلا أهل الدنيا كم مليارات من يوم خلق آدم إلى أن ينقرض البشرية تنقرض البشرية كم الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأموال كم أعطاهم من الزواجات كم أعطاهم من البيوت كم أعطاهم من الدواب كم أعطاهم من كذا المؤمن الواحد سبعين ضعف بكيفية أجود وبلا انقطاع لأن الدنيا تنقطع بس الآخرة لا تنقطع زيان الله سبحانه وتعالى شرع لنا خذنا استفيد لا نكون من الأشقياء الذين حرموا غفران الله سبحانه وتعالى هو واحد يصبر على ما يصيبه من الأذى يحاول أنه يغير ذلك الأذى بس أكثر الأحيان الإنسان لا يتمكن من التغيير فيصبر على ذلك والله سبحانه وتعالى يعوضه أحسن التعويض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونسألكم الدعاء في المواطن المشرفة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر